نفت وزارة التخطيط توجه لتحديد النسل في العراق موضحة أن هذه القضية تمثل حقا من حقوق الأسرة فضلا عن تعرضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي وأشارت الوزارة إلى أن تحديد النسل يستلزم تشريع قوانين ملزمة وهذا غير وارد مجديدة العمل على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في ظل اقتراب العراق من الدخول في الهبة الديمغرافية التي يصبح فيها السكان النشطون اقتصاديا الشريحة الأكبر بالمجتمع وأوضحت الوزارة أن الوثيقة تتضمن مجموعة من السياسات السكانية ومن بينها ما يرتبط بعملية تنظيم الأسرة وهذه العملية لا علاقة لها بما يسمى بتحديد النسل فالأولى تعتمد على السياسات الرامية إلى رفع مستوى الوعي الأسري بضرورة تقليل عدد الولادات والمباعدة بينها ترجمة نانسي قنقر